يختبر موقع تويتر خدمة جديدة تتيح إجراء المكالمات الصوتية والمرئية عبر الرسائل المباشرة في مسعى لتوفير مزايا جديدة لمستخدمي التطبيق إلا أنه بإطلاق هذه الخدمة التي لا تزال قيدة تطوير يواجه تويتر تحديات كبيرة من بينها تغيير السلوكيات التقليدية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أثمن الصعب أن يتحول العديد إلى تويتر لإجراء المكالمات الصوتية والمرئية عوضا عن استخدام التطبيقات السائدة الأخرى وعن تويتر نتحدث مع ضيفنا خالد صافي خبير في أمن المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي أهلا بك معنا يعني تويتر يحاول على أثر ما حصل وأطلاق منصة ثرادز من قبل مارك زاكر برك وشركته ماتا يحاول وضع أطر جديدة للمنافسة تطوير الموقع ولكن هل إضافة خدمة الاتصال كافة لوضع تويتر من جديدة على الخارطة؟ نعم الكرة الآن في ملعب إيلون ماسك والجميع ينتظر الضربة المرتقبة من إيلون ماسك لمعارك زاكر برك بعدما استنسخ الثاني تويتر وأصدر تطبيق الثريدز والآن الجميع بانتظار هذه الخطوة التي تم الإعلان عن جزء أول منها من المتوقع أن يكون هناك اتجاهين الأول فيما له علاقة بتطوير مناصة تويتر نفسها لتنافس فيسبوك والثاني فيما يتعلق بإنشاء منصة أو كيان جديد كاملا ينافس كل المنصات التي تنضوي تحت ميتا الشركة المالك التي يملكها مارك زاكر برك لكن فعليا تطوير تويتر نفسه لن يحظى بهذه الضربة الكبيرة التي يتوقعها الجمهور أو يريدها خصوصا أن تويتر نفسه لا يروح مكانه من سبع سنوات تقريبا وهو لا يزداد عدد المتابعين فيه عن 500 مليون مستخدم نشط شهريا وهذا الأمر بحاجة لإعادة جدولة المنصة بشكل عام وحتى تغيير سلوكيات الجمهور الذي تعود على النمط الخبري النمط الرسمي في هذه المنصة وبالتالي عمليا التواصل الصوتي والتواصل عن طريق الدردشة ليس من أهمية أو من اهتمامات المستخدمين على هذه المنصة الذين لديهم فعليا واتس آب ولديهم سكايب أو حتى ميسنجر الخدمة من فيسبوك ولديهم القناعة بأن هذه المنصة تلبي احتياجاتهم هل الأنجح على ماسك تطوير الموقع ذاته وهو قد أضاف تويتر منذ فترة خدمة الغرف أو غرف الحوار الصوتي التي كانت قد انطلقت في كلاب هاوس ومن ثم انتقلت إلى تويتر هل الحل فيه لربما إضافة ميزات أخرى إلى الموقع بحد ذاته أم كما تفضلت لربما أطلاق منصة شبيهة بفيسبوك وانستجرام على أن يملكها ماسك ماسك أطلق هذه المنصة تويتر عندما دفع على هذه المنصة أكثر من 44 مليار دولار حتى تكون منصة منافسة أو يمكن أن يستخدمها كمنصة إكس وهو عندما قال ذلك بعدما اشترى هذه المنصة منصة تويتر أن منصة إكس ستكون بمثابة النمط الجديد للسوشال ميديا هذا الأمر لم يحدث حتى الآن لذلك ما سيلجأ إليه هو تطوير هذه المنصة بحيث تكون فعليا هي البديل أو المنافس لفيسبوك وكل منصات تتابعة لشركة ميتا التوجه لهذا الأمر قد يبدأ حاليا من خلال الغرف الصوتية ومن خلال المحادثات الفيديو لكن هو بحاجة لتطوير كبير جدا على سلوكيات المستخدمين أنفسهم وهذا أمر ليس في متناول يدي سيد خالد أليست الصفة أو الهوية السياسية التي يمتاز بها تويتر كما تفضلت الرسمية نوعا ما تميزه عن باقي المنصات يعني اليوم عندما انطلقت ثريدز رأينا أن الموجودون على هذه المنصة لربما يحملون سلوكيات أقرب إلى إنستجرام وفيسبوك منها إلى الصفة الرسمية أليست هذه ميزة يجب على تويتر الحفاظ عليها لا خسرتها كما لربما تقول أنها من شأنها أن تزيد من متابعيه نعم صحيح جدا الجمهور المتواجد على تويتر هو جمهور نخبوي هو جمهور سياسي إعلامي وأيضا يمتاز بأنه منضم تحت هذه المنصة عن قناعة ولن يغادرها منصة إنستجرام التي أخرجت لنا ثريدز حاليا الجمهور المتواجد عليها هو من جنريشن ألفا وجنريشن زي على أقصى تقدير وهؤلاء الأجياء تريد الموضوعات الخفيفة السريعة التداول الذي يتم بينهم هو دائما في نطاق الترفيه والتسلية وهذه الموضوعات ليست من الموضوعات المنتشرة بشكل أو بآخر على تويتر لذلك من المهم بمكان أن يحظى تويتر بترقية هذه المنصة بشكل أو بآخر بعيدا عن الإنجرار إلى منصة الثريدز وما وصلت إليه من عملية استنسخ كامل لمحتوى تويتر ومحاولتها لمنافسة تويتر وجلب جمهورة أو حتى أن تأخذ هذا الجمهور هذا الجمهور سيظل ولاؤه بالدرجة الأولى لتويتر ولن يتغير عنها الثريدز قد تكون هي التي ستأخذ الجمهور مباشرة من إنستجرام وربما نشهد أن إنستجرام قريبا يصبح خاون على العرشي بعدما يجد المستخدمين كل ما يريدون من نشره على ثريد أفضل من نشره على إنستجرام شكرا جزيلا لك خالد صافي خبير في أمن المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي كنت معنا من إسطنبول شكرا لك